وفي حادث اخر اصيب عدد من الاشخاص بطعنات بسلاح ابيض في مدينة لهاي الهولندية من قبل شخص ما زالت الشرطة تبحث عنها واعلنت الشرطة الهولندية اصابة ثلاثة اشخاص جراء عملية الطعن وانها ما زالت تبحث عن رجل في عمر يناهز الخمسين عاما في زي رياضي رمادي لون وفرضت قوات الان طوقا حول مكان الحادث الذي نفذ في احد اكبر الشوارع التجارية بلهاي اشتركوا في القناة